البريميال ليج مشتعل وزي ما بقول لحضراتكو الارسنال بيقدم مستويات اكتر من رائعة كمان بيحاول طبعا المان سيتي اكيد مرشح بقوة للحصول على زي البطولة لكن كمان فيه ابتعاد واضح جدا لليفر بول هنقش كل ده مع حضراتكو وكمان مع ناقدنا الرياضي دفنا النهاردة ايهاب ايهاب عايز اخد رأيك في موضوع اولا الارسنال وبداية قوية جدا في البرميال ليج هل انت قدت متوقع للارسنال ومع اخفاق واضح جدا للطرف التاني اللي كان دايما موجود في البرميال ليج ليفر بول والمان سيتي الحقيقة كنت متوقعها بالفعل ويمكن كنت محرطك من فترة قبل انطلاق الموسم ولتاك ارسنال هينافس على البطولة احنا كان الرهاني اللي بنسأل عليه هل ارسنال هيواصل ولا لا هو ده السؤال اللي كان مهم وكنا خايفين من الدكة طب اللي حصل في الجولتين ثلاثة اللي فاتوا او منذ بداية الموسم يعني نقدر نقول اللي جاية دلوقتي ارسنال فقط اكثر من اللاعب مهم يعني محمد النني نجمينة كبير كان عنصر اساسي دايما فلوس الملعب مع ارتيتا وبدأ يدفع به ويعتمد عليه اتعرض لاصابة قوية وابتعد مباراة مبارح اتصاب فيها كابتن واحد من اهم نجوم الفريق ونجوم منتخب انجلترا واهم من نجوم الشباب في اوروبا كلها بكويوساك وطلع من الديها 29 باصابة اصابة قوية غادر على اصارها الملعب طبعا مين اللي نزل مكانه لعب صغير اسمه ريس نيلسون ريس نيلسون بينزل يجيب الهدف التاني والتالت وبيفتح الباب لانتصار كبير قدام فرقة ارسنال انها تكسب خمسة ده بيرد عليها في حتة الدكة يعني برضو انا عجبني كلمة المرشال ارتيتا المرشال الاسباني انه الراجل فعلا قدر يعمل فيه احنا كنا خافين من الدكة انها مش نجوم مش اسماء كبيرة ولاعبة صغيرة ولاعبة شباب لكن بيقدروا نزلين نفس البوطاقة بينصاهروا في نفس الفورمة بتاعت فرقة ارسنال بيقدوا الاداء المتميز اللي عملهم ميكيل ارتيتا من خلال وجوده للمسم التالت مع الفرقة خلاص فيه سلسلة خبرات كونها حفظ الفريق حفظ تكوين عمل تكوينة معينة بيلعب بيها بتؤدي بالنجاح من خلال الاعتماد على طريقة لعب يعني خلاص بقت محفوظة الفرقة هو اقرب لطريق جوارديولا هو تلميزه تلميزه مدرسته اكيد فبيلعب بنفس طريقة السيطرة على الكرة الاستحواز بارحة كابتن كان فيه استحواز حاجة غريبة جدا ان الفرقة نوتنج هام فورست دي كسبت ليفربول يعني الجولة اللي فاتت كسبت ليفربول واحد يعني ازاي مبارح كانت نسبة الاستحواز وصبت 76% لفرقة ارسنال يعني ارسنال مسيطر على المباراة تماما بيجيب اهداف بيحرز اهداف جميلة جدا توماس بارتي نجم الأفريكي كبير جاب هدف من اجمل اهداف البطولة هيبقى الموسم ده من اجمل اهداف البطولة حياة كرة على حدود منطقة الجزاء وشط على طول فرست مش اول مرة يعمل الهدف زي دوت في البريمير ليج معتاد عليه